سلطة إجابة عجبتني لأنها الحقيقة ولأن لما الأهلي بيصدر بيان واثنين وثلاثة ويخاطب اتحاد كرة القدم مرة واثنين وثلاثة لتطوير التحكيم ساعة لما النادي الأهلي أصدر هذه البيانات سواء لاتحاد كرة القدم أو للربطة أو للمسؤولين عن هذا الأمر الناس قلت لك إيه؟ الأهلي بقى هيبدل يتكلم عن التحكيم ليه؟ وبيضغط على التحكيم ليه؟ يا جماعة الأهلي لا يضغط على التحكيم الأهلي لا يتكلم على التحكيم الأهلي يحاول أن يطور من التحكيم لصالح كرة القدم لصالح النادي الأهلي ولكرة القدم المصرية الأول لكرة القدم المصرية وبعد كده لكل الأندية اللي منهم من نادي الأهلي أو كبيرهم من نادي الأهلي ما الأهلي خد الدوري؟ آه خدنا الدوري طيق لي يا حضراتكم كل الناس بعد ما لا يشجع اللي قاعدين بتفرجوا علينا عارفين ان احنا خدنا الدوري ولكن طوال الدوري على رغم من انت خدت الدوري عندك اخطاء او ضدك اخطاء تحكمية ولما ما بيكونش فيه رد فعل الاخطاء بتزيد لغاية لما بتفسد البطولة نفسها فالحمد لله ان كلامنا وندي الاهلي قالت صلطة ولكن قالت صلطة بطريقة مهذبة صلطة بطريقة محترمة قالت صلطة يا جماعة الموضوع صلطة ولكن في بيانات انا بتكلم على لجنة الحكام هنا هتقولي بيانات النادي الاهلي اللي فيما يخص التحكيم يا شباب حضرواها لي كلها على الاقل للاتنين الاخرانيين فالنادي الاهلي كان بيقولهم يا جماعة لازم ننظر للتحكيم لازم ننظر للناس اللي بتشتغل في الفار او الحكام اللي بتشتغل في الفار تحديد انا هو الرجل النادي الاهلي رايح للمشكلة مباشرة لازم نبص على الحكام لازم نطور من اداءهم لازم ندي لهم فلوسهم اللي احنا كأندية بنتفحها فدلوقتي رئيس لجنة الحكام فيتور ميلو بيريرا طلع وقال هذا الكلام اشتركوا في القناة